اشتركوا في القناة السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدا سيادته اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعب خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لسيما في المجال العسكري وذلك في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط من تحديات وعلى رأسها الإرهاب من جانبه نقل وزير الدفاع الروسي تحيات الرئيس بوتين إلى السيد الرئيس معاربا عن شكره وتقديره للسيد الرئيس على جهود سيادته الدؤوبة في إنجاح القمة الافريقية الروسية لسيما من خلال الرئاسة المشتركة لسيادته لأعمال القمة بصفته رئيسا للاتحاد الافريقي فضلا عن الإسهامات الموضوعية البناء لسيادته على مدار جلسات القمة اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين والتباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من كبار مسؤول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الخاصة بالطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية بما فيها الدرسات المعمارية والإنشائية والجوانب المالية الخاصة بها لسيما المشروع الخاص بتسيير الحركة المرورية بحي مصر الجديدة ومراحل تطوير المحاور الرئيسية للحي وما صاحب ذلك من تجديد للمرافق وخطوط المياه والكهرباء والصرف بالحي والذي تم بالتوازي مع عملية الإنشاءات وذلك في الإطار الموسع من خطة التحديث المتكاملة التي يشهدها الحي لسيما من خلال رفضه بالمحاور الرئيسية الممتدة إلى التجمعات العمرانية والمدن الجديدة اشتركوا في القناة